اعمل مع حضرتكم هذا البيان تقولنا شباب على الشاشة وفضلكم الهيئة الوطنية للإعلام أصدرت اليوم بيان قالت فيه الوطنية للإعلام تتعامل بحيادية تامة مع كافة الأندية الرياضية المصرية احالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافة عن العمل لقررت الهيئة الوطنية لإعلام احالة حسام حداد المذيع للتحقيق وإيقافة عن العمل لما بدر منه اليوم ببرينامج صباح الخير مصر المزاع على شاشة القناة الأولى وتؤكد الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجاز الذي يضاف لرصيد الرياضة المصرية في نفس الوقت تأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية التزام كافة برامجها وقنواتها بالكود الرياضي المعلن والذي يدعم المتخبات المصرية يموذ التعصب ويدعم استقرار نشاط الرياضي في مصر وجاء ذلك في سياق تأييد المتحدة لقرار الهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيح حسام حداد نتيجة لما جاء على لسانه في سياق برنامج صباح الخير يا مصر مما كان له أفر سلبي على جماهير الكرة المصرية وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصري للمشاهد ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية